تحياتي حلقة جديدة من برنامجنا الاجتماع الثقافي الشبابي اللي فيه منطرح قضايا شبابنا وصبيانا في نهاية عام 2022 شفنا أحكام عالي جداً أطلقت على المشاركين في احتجاجات هبة الكرامي في إيار 21 تباعاً كتير من المختصين والناشطين اعتبروا إنه هاي الأحكام هي أداة جديدة لقامع رأي الشارع وتضامننا كفلسطينيين بالداخل مع باقي شعبنا بكل مكان ولكن بين حرية التعبير عن الرأي وبين الحق في العيش بسلام وسلامة الجسد وعدم تعريض النفس للملاحقة والمساءلة القانونية اليوم في حوارنا رح نفتح هذا الموضوع عن هذا الموضوع وأكثر رح نحكي مع الخبراء المتخصصين ونحط نقطة ونفتح سطر جديد أهلا وسهلا فيكم مجدداً ورح نبدأ فقرتنا الأولى اليوم في موضوعنا لكل قضية تعبير الرأي مع أبناء التجارب من الجيل الشاب معانا صبايا تنتين بحبك أن نتعرف عليهم معنا صفاء سرحان أهلا وسهلا فيك طالبي ثانوية معنا رؤية شهاب ناشطة شبابية أهلا وسهلا فيك أول إشانة بيسعدني كل مرة ألتقي في صبايا رائعات هيك اللي دايما بيحبوا هيك يحاوروا قضايا مجتمعنا وبيطرحوا القضايا اللي هي بتهمهم بشكل جيد بشكل متبعات الأحداث ومتبعات الأمور فأهلا وسهلا فيكم إحنا اليوم بحلقتنا عمالنا نحكيك رؤية على كل قضية التعبير عن الرأي ولا شك أنه بالفترة الأخيرة كان فيه كتير استضامة بين الرأي الشاب اللي فيه كان خاصة بهبة الكرامي وبأيار 2021 كان فيه صوت قوي للشباب واستضم هذا الصوت في تعبير الرأي وفي الخروج للمظاهرات وفي التعبير على كل وسائل التواصل الاجتماعي استضم في مواجهات إن كان الشرطة أو من جوانب قانونية أخرى فبحب أسألك أول إشي أنت رأيك شو رأيك في هذا الأمر أنت مع أنه إحنا نروح أكتر على حرية التعبير عن الرأي وإذا أنت مع هذا الإشي فكيف نعمله أول إشي أهلا وسهلا طبعا أنا مع حرية التعبير عن الرأي ولكن الحرية تكون بمعايير معينة إنه مثلا لما بدنا ننشر إشي أو نعبر عن آراءنا بفكر معين بتوجيه معين بقانون معين إنه نكون حذرين جدا بالنشر أو حذرين جدا بانتقاء الكلمات إنه مش إحنا اللي نحدد إنه هل هو عن جد مسموح أو هل هو خطر ولا مش خطر طبعا التصنيفات تيجي من دولة الاحتلال إنه هي اللي تقول إذا هذا الفكر إنه آه يصنف خطر فأنت بخطر أو إنه ما يصنفش خطر مع هذا الإشي إنه التصنيف يتم مش منك أنت يعني مش أنت اللي تقرر للمضمون إنما في جهات عليا هي بتقرر لك إنه كلنا وعيين لفكرة إنه آه بيقش اسمه حرية التعبير عن الرأي وإنه آه يحق لي بعبر طالما هذا الإشي ما يمسش بأمن الدولي وما يعرضنيش لخطر مستقبلي فهمت عليك الفكرة يعني أنت عم بتقولي صفاء عم بتقول رؤية بإنه هي مع إنه يكون في حرية التعبير ولكن ما نمر الحدود وإنتي كمان بتفكري هيك آه أنا أطفك مع رؤية وبقول إنه مواقع التواصل هي اليوم بيومنا هاضي هي التأثير الحقيقي هو الإشي اللي إحنا منقدر نشتغل عليه عشان نأثر عليه حوالينا حلا وطبعا وهونا بنت كله نقطة إنه لا إحنا ننأثر على مواقع التواصل ولا أنا ما أخفش من إنه يتم ملاحقتي أو يصير علي مسائل قانونية معينة لإنه إحنا بهاي الدولة إحنا أقلية مميزة إحنا بهاي الدولة ناقصنا احتياجات قانونية وناقصنا احتياجات من ناحية الحقوق فبهذا الإشي اللي إحنا منعمله إنه إحنا منأثر إحنا هون منأثر على الشباب اللي حوالينا إن كان أنا عندي عدد قليل من المتابعين أو إن كان عندي عدد كبير فأنا عجهتين بأثر لما أأثر أنا بأثر على الشباب بأثر على تفكيرهم وبأثر على وعيهم السياسي إحنا بما إنه إحنا أقلية مميزة لازم إحنا نكون مسيسين فكريا ليش؟ لأنه عشان طريقنا طويل مجبورين نطالب بحقوقنا ونطالب بالأمور والمواجهات اللي عم نمرك فيها جدا صعبة للفلسطينيين الموجودين هنا بالداخل كمواطنين فأنا أتفق جدا مع رؤية بالإشي اللي حكته وبقول إنه نعم لازم إنه إحنا نعبر عن آراءنا طبعا بحدود عشان ما يصيرش معنا مسائل قانونية وإنما إنه نعبر عنها بالموقع يعني إحنا كلنا منتفقين على حرية التعبير عن رأي وبالعكس إحنا بالفترة الأخيرة والأيامات الأخيرة والعقد الأخير خلينا نقول أكتر وأكتر حتى في قلب مدارسنا إحنا منهتم في إنه يكون فيه تنشئة اجتماعية وتربوية لإلكو اللي فيها حرية التعبير عن رأي احنا بدنا هذا الإشي يصير بس أنا اللي بدي أسأله إن كان لرؤية وكمان لصفاء بدي أسألكو يعني الأمر هيكي فطفاض يعني بينكو بين حالكو ولا كمان الأهل بتشوفي رؤية إنه فيه دور للأهل في هذا القضية يعني أنت إجيت كتبتي مضمون وأجرى أصدقائك أو أهلك أو عمامك أو حدا من أقاربك قال لك يا رؤية إيمي هذا المضمون وأنت مقتنعة تمام إنه هذا لا بمس بالدولي ولا بسيء لحدا ولا بمس في الجانب القانوني بتإيميه ولا لا شوفي هاي نقطة يعني اللي صارت من بعد هبة الكرامي هبة أيار العام فأيش اللي صار إنه دولة إسرائيل فرضت كيانها على الأهل إنه آه أبنائكم صاروا بخطر وفي يعني مثلا صار ملاحقات لعدة أشخاص إنه سجون اعتقالات نقطة حمراء ما يتمش يعني تعليمه إنه خلص آه مستقبل وإنهدم أو إنهد فالأهل صار عندها تخويف إنه آه طيب ابني أنا بعرف شو ينشر ابني أنا متابعه إنه معه يعني إنه ما غلطش بالكلام ما تزعز عيش بس خلص لو حتى إنه ابني ما غلطش بالكلام على تواصل على يعني التواصل الاجتماعي ولكن يظل هذا الخوف إنه خلص ما يكونش عنده مستقبل لأنه مثلا صار غيره وغيره هذا خوف شرعي رؤية يعني أنا بفهم كل أهل اللي بيخافوا أولادهن من كل المسائلات القانونية اللي ممكن يتعرضوا لإلها أنت مع إنه الأهل يكونوا بالصورة أكتر وأكتر ويكونوا عندهم مراقبة لأولادهن ومتابعة لأولادهن ولا باللحظة اللي إحنا فوق 18 يعني منقدر نكون أحرار في كتاباتنا وأفكارنا ومفاهيمنا نوعا ما لع لأنه إيش اللي تعملوا الدولة إسرائيل إنه مثلا قاعد يعني إذا بدها تهاجم الشخص نفسه اللي نشر أو نوعا ما بين أقواص حرد فهي ما تهاجمهوش لوحده فقط لعبة لتلحق والدي إخوانه ويعني تلفق تهم إضافية لوالديه يعني الأثمان كمان الأهل بدفعوها أنت صفاء كمان بتآمن بهاي الطريقة طبعا أنا بشوف إنه الأهل بلعبوا دور الخوف على الولد بهذا المحل وإحنا شوي الشباب والصبايا مندفعين تجاه هاي الأمور بدنا نعبر بدنا نحكي دايما ولكن بشوف إنه الأهل دورهم هون جدا مهم رغم إنهن خايفين علينا ممكن الإشي ما يكونش منطقي إلى حد ما ولكن بشوف إنه خوفهم بعطينا دايما خط الراجع على ورا إحنا نراكب إيش يعمل يعني إنه يعني إذا أجو أهلك واليوم أنت تحت الثمنتعش كمان في عمرك إذا أجو أهلك وقالولك إنه صفاء بهمش هذا المضمون إيمي بتإيمي؟ أنا بالأول بحكي معهن بكنعهن بالإشي اللي أنا بفكر فيه وبقولهن إنه من ناحية قانونية أنا بقدر أعبن عن رأيي لو كان فيه الإشي يعني بجر لأمور تاني اللي هي ممكن تمس فيه مستقبلاً واتضرني مستقبلاً فإنه بضطر إنه آه أمحى أما إذا الإشي بحدود القانون وأنا مش عم بمس بحدا أنا بس عم عبر عن رأيي فلا رح أخلي بتخلي المضمون بس الحوار هذا مهم يعني بينكم بين أهلكو بينكم طب مع مين بتم هذا الحوار؟ مع أهلنا بس ولا كمان مع مجموعة الأصدقاء يعني مين اللي بناقش هاي الأمور معاكم؟ خلينا نقول مع البيئة المحيطة أكتر مع المجتمع الصغير اللي أنت عايشي به مثلاً إنه على سؤالك لصفاء إنه إذا أهلك مثلاً يتدخلوا أو إنه يحاولوا يقنعوك إنه لا محي أنا صراحة شخصياً مثل ما ذكرت من قبل إنه إحنا لازم نكون انتقائيين وحضرين أكتر فأني بكون حضرة كتير بالنشر إنه إيش بنشر إشي فإنه إنه لو حتى بكون حضرة برضو بلاقي إنه دافع إنه لا أمحي بس ما أنا حضرة فليش بدي أمحى طالما أنا حضرة؟ عملياً الإشكالية أصعب بتصير يعني كمانعك بصير حوار ونقاش وممحهوش إنه يضل بتضل يعني يعني يمكن هذا الاختلاف اللي ما بينك وبين صفاء إنه صفاء بتقول أنا بالآخر بعود باقتنع أو بمشي معهن إذا اقتنعت في رايهن فأنتي بتقولي أنا هل أدي بختار من مسبقاً الكلمات والاختيارات والمضمون هل أدي بيكون حذر لدرجة رؤية مستقبلية بقتنعش حتى لو حدا قال لي إنه إمي يعني أنت دايماً درس الأمور للمستقبل وبحاول أقنع إنه الشخص الآخر طب إيش هذا بيعملكو يعني إنه أنت اليوم بتعيش إنه أنا عندي حرية تعبير عن رأيي بس أنا كل وقت بدي أضلني بمعايير مقيدي كيف تشعري مع هذا الإشي رؤية؟ أنا صراحة مش حاسي منيح إنه كبت 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 طب لو أنت الواحد بده يضل يكبت داخله فهذا الكبت يولد انفجار إنه يولد عاصفي يولد جيل يعني جيل ثائر إنه ما فيش له حدود ممكن هذا اللي صار بهبت الكرامي آه طبعاً هذا اللي صار فإحنا هين إنه بيه نقطة حوارية إنه ليش ما بيش قوانين أو إنه بالأحرى إنه ليش ما نحرف إش هاي القوانين اللي لازم تكون لصالحنا اللي تحمينا اللي تعرف يعني اللي تعرفنا على حدودنا أكتر اللي تعرفنا على الديمقراطية أكتر اللي تخلينا إنه آمدلاً إذا تعرفنا أصدقى في مرحلة التنشئة بمقابل يعني ما نطلع لها العالم إنه إحنا إنه المجتمع مفتكر جداً للقوانين الأساسية إنه قوانين إيش يعني قوانين ديمقراطية يعني يمكن حتى الأهل كمان مش هل قدي بتحكي مع أولادها على القوانين ومش هل قدي بتشرح الهين صحيح ممكن الأهل ما يكونش والمدارس في المدنيات يمكن ما بحكوا بشكل واضح وممكن الأهل ما يكونش عنديهم نقطة هاي الوعي الكافي إنه آه طيب وطن آه طيب أرض بس إنه آه طيب قوانين هاي القوانين نوعاً ما جديدة عليها إنه ما عاصروهاش أو ما فهموهاش عن جد أو ما مروش بالتجارب فمجتمعنا يفتكر جداً لهاي المؤسسات اللي تنمينا إحنا مؤسسات اللي غير مؤسرة لي أو إنه يعني ما تستهدف الشباب لأسرالتهم أكتر فإنه هاي يعني أنتي بتقول إنه في حاجة في حاجة إن يكون في عنا أجسام اللي هي تتابع هالشباب والصبايا الصفاء اللي أكثر يترافقكوا بكيف تفكروا بأي شو يعني قوانين تعطيكوا المعلومات اللازمة بهذا المجال بشوف إنه بداية الكيود هاي اللي بحطوها علينا رغم إنه بتشعرنا بإشي مش كتير منيح ورغم إنه منحس مرات إنه إحنا ما كبوتين وإنما أنا بشكل شخصي أنا عكس رؤية بعطيني هاد الإشي اندفاع أكتر إنه أكتب أكتر أعبر عن رأي أكتر لأنه إذا بديني يضل هني سكتوني وأضل أسكت بنفعش هيك وأضل أحس بأشياء سيئة فأنا بالعكس أنا بضلني يعني باندفاع بصير بصير عندي إسرار أكبر يعني عم بتقولولي إنه هذا الأسلوب عم بتقولي الأسلوب هذا بالعكس بيخلق واقع اللي فيه بدي أندفع أكتر بالزبط لو إنه من الأساس معطيني المساحة هاي فأنا يمكن ما أحتاج لهذا لا رح أحتاج رح أعبر يعني رح تعبري بسهولة بسهولة رح تعبري هاي نقطة خلاف بينك وبين أهلك مرات على الاندفاعي بشعروا إنك مندفع أكتر من لازم مرات؟ لا لأنه بتحاور معهن بقنعهن بوجهة نظري ممكن هني يقتنع وممكن لا وأنتو يعني هيك عم تحكوا على تجارب اللي بتعيشوها في السوشال ميديا كتار من الشباب والصبايا هيك بيفكروا زيكو؟ نعم مثلا أنت أبناء جيلك ولا تصفك وبنا تصفك بيفكروا زيك؟ هن هيك أغلب هن بنزلوا شغلات بنشروا شغلات بعبروا عن أرائهن بس ولكن زينا أنا ورؤية وبحذر طبعا بحذر طبعا كل هن بخافوا على مستقبل هن وبدهنش أشي يضر هن صح يعني قضية الأثمان اللي رح تدفعوها بالمستقبل هي اللي بتمنع منكم إنه تكونوا على الآخر جريئين وتعبروا عن رأيكم بشكل سليم بس أكيد إحنا متفقين إنه الفكرة بيه اختيار الكلمات السليمي وطرحها بطريقة اللي هي هادئة موضوعية أكتر موضوعية هادئة في توصل الرسالة بطريقة ما تمس بحدا وما يكون فيها تحريد وما يكون فيها يعني مخالفات قانونية هذا هو الهدف تبعنا أنا عن جد مبسوطة هيك على الوعي اللي عندكو بكل هذا الشأن بس هذا الوعي مش من فراغ أجرؤيا كيف وصلتي لهون؟ أنا بصراحة إنه بمرحلة اللي كنت أستكشف بيها ذاتي كنت أستكشف مركبات هويتي اللي المطموصة اللي مش عن جد بعرفها اللي كنت حاسة حالي عايش بغيهب وبالفعل كل جيل الشاب هسه عايش بغيهب عايش بحالة بلبلة عايش بفكر يعني غير متوازي فأنا إنه طلعت قررت أطلع يعني أتوجه لمراكز هدفها أكتر سياسية مثل مركز مساواة وكل هاي المراكز فطلعت إنه آه طيب تمام أنا اسمي رؤية أنا من قرية جسر الزرقة طيب إنه آه طيب فلسطينية ولكن هل إذا وصلت مرحلة الجامعة هل رح أقول فعلا إنه أنا فلسطينية؟ فآه تمام إنه يعني بدي ألاقي جواب لهذا السؤال فبالفعل طلعت وحالياً قاعدة ألاقي أجوبة حلو مش جواب واحد وهذا كان سيرورة ذاتي لمرأتيها عشان تصلي لهذا الوعي اللي أنت بدك تصلي له آه بس إنه مين زي رؤية خلينا نقول قديش في زي رؤية آه إنه الجيل الشباب إنه خلينا نعمل نسب إنه قدان نسبة اللي تطلعوا قدان نسبة اللي ما تطلعش قدان نسبة اللي تنشر قدان نسبة اللي ما تنشرش قدان نسبة اللي آه تعرف القوانين أكتر اللي بنشروش ولا أكتر اللي بنشروه؟ أكتر اللي بنشروه أكتر اليوم اللي قابله؟ هاي الأيام صار أكتر اللي ينشروه بعد هبت الكرامي يمكن صار أكتر في حراك شبابي آه على السوشال ميديا وصار السوشال ميديا عم بأخذ مأخذ اللي هو يعني مجال اللي هو أكتر سياسي توعوي صحيح وبالنسبة لأنه الناس اللي عم بنشروه إحنا بداية إحنا ما كناش ننشر وأنا شخصيا ما كنتش أنشر بس أنا كيف بلشت أنشر من الصحفيين هني عن جد أشخاص ملهمين لإلنا وهذا دليل على أنه كل ما حدا ينشر كل ما حدا يعبر عن رأيه بزيدوا الأشخاص اللي بنشروا بزيد الوعي السياسي عنا فهي طريقة بصير تأثير أكبر أيها وكمان قضية أنه الفجوة بينكم بين أهلكم عم تكبر فهذا الشأن ولا أنتم تفكروا أنه كمان أهلكم عم بيمشوا معكم بالسيرورة هاي لا طبعا أنا بشوف أنه عم بيمشوا معنا بهاي عم بيمشوا أنا بخالف للرأي وبرضه بدي أرجع على أول إشي أنا بخالف لهذا الرأي أنه مثلا لا كل ما إحنا نتشرنا كل ما الوعي زادوا إشي كل ما دولة إسرائيل فرضت يعني عقوبات أزيد فكل ما الأهل خافوا فهي المعضلة الأساسية يعني عم بتقولي أنه طبعا بس يمكن يعني عم بيصير فيه وقائع وأحداث اللي فيها فيها مجاوزات يمكن هناك عم بيكون فيه يعني أكتر متابعة قانونية لأشخاص اللي هنجاوزوا صح ولا أنت برايك كل حدا مثل ما حضرتك حكيتي بالبداية قلت أنه أنا بنتقي الكلمات بختار بطريقة حذري بكون منتيبها أكثر فأنتي بتقولي أنه يعني الأشخاص يمكن اللي هن عم بتقاقبوا وعمالهم يصلوا لمحلات صعبين الأشخاص يمكن ما كانوا حذرين نوعا ما آه بس حاليا أيش اللي قاعد يصير كل ما إحنا زاد الوعي عندنا كل ما إحنا يعني هبانا أكتر أنه عرفنا أكتر فأيش المشكلة أنه مثلا قصة النقب هذه السنة أنه انخمدت أنه خفت شوي بسبب أنه وعينا أنه يعني من النقب للجليل من الجليل لنقب أنه عرفوا بقصة التشجير اللي قاعد يصير فهنا إسرائيل أنه لا هوبستوب أنه طيب أنه كلهم عرفوا فتاف عرفوا لما إحنا صرنا ننشر فهسا يعني حتى النشر على القضايا الإنسانية على القضايا اللي يعني الأرض أو كل هاي الأمور قضايا الأساس خلينا قضايا الأساسية أنه برضو هي بدهاش إياه بدهاش إنه إحنا نوصلهم وبردو نفس الشيء الصحفيين أو الإعلاميين هم عنديهم يعني صلاحية تامة مش إنه مش إنه تامة ولكن عندهم صلاحية لا كمان إنه ملاحقين في كثير مرات إحنا بنعرف هاي بس مش إنه زينا إحنا ما عندناش أي صلاحية بتاتا إنت عم بتقولي فيش إلنا إنه إحنا مؤردين للخطر أكتر من الصحفيين إذا نشرنا إيش عم ينشروا الصحفيين أيها وعشان هيك يمكن عم بتقولي لي في خط الرجع عندي كتير من الشباب والصبايا طيب يعني إحنا عم نسمع رأيين يعني صفاء عم بتجيب تجربتها رؤية عم بتجيب تجربتها وأنا كتير مبسوطة على تنوع وتعدد التجارب بالرغم من الاتفاق الأولي إنه نكون حذرين وانتبهين إحنا للمضامين اللي بنختارها صفاء برايك اليوم أنتوا جيل مختلف عن جيل اللي كان قابلكو بشوف إنه إحنا جيل مختلف لإنه الأحداث عن جد صارت بوقتنا إحنا عشناها لهذه الأحداث كل حدا شاف الحقيقة قباله إحنا كنا الجيل اللي قبلنا كان يسمع عن الأمور اللي بتصير كان يسمع أنه فيه قضايا عنه كان يسمع أنه فيه قضايا عنصرية إلى آخرهم من الأمور يعني السيئة والصعوبات اللي كنا نواجهها كفلسطينيين بس هاي المرة وبالأحداث اللي صارت اللي حكت عنها رؤية إحنا شفنا الإشي قبالنا شفناه بعيننا تصور الإشي وكان منشور والكل يعني خلاص صار واعي على هذا الإشي حتى إنه فيه أشخاص اللي هني كانوا عرب كانوا بالجيش وعم بطلعوا من الجيش أشخاص كانوا ما يعبروش عن رأيهن وواقفين مع اسرائيل فهني عرفوا الحقيقة إسا وبلشوا ينشروا إنه لا فيه إشي غلط إحنا لازم نصلح إحنا مع بعض واقفين ومن هون الإشي بلش وهي نقطة أنتوا انتفقتوا عليها بفكر وهيكي منلخص لقاءنا إنه الممارسات اللي عم تقوم فيها الدولي هي اللي أدت لتغيير فيكو كجيل شاب وهي اللي أدت لإنكو أنتوا تطلعوا أكتر للشارع وتطلعوا أكتر للراي وتعبروا عن حالكو وتعبروا عن مفاهيمكو وإن كنتوا أنتوا التنتين عم تتفقوا كمان على راي الحذر والأهمية انتقاء الكلمات السليمة وانتقاءها بطريقة ذكية اللي ما تمس فيكو وما تدفعوا لأنتوا ولا أهليكو أثمان باهظة مثل يعني أنه يتمتنوا عن التعلم أو عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي أنا كتير 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 فخورة قبل ما أشكركم فخورة بوجود صبايا مثلكم بمجتمعنا شكرا لأهم وبعدين بدي أشكركم عن جد على حضوركم وعلى الغنى اللي جبتوا بهذا اللقاء فشكرا كتير لرؤية شهاب أهلا وسهلا فيك وشكرا لمشاركتك بالحلقة وشكرا لصفاء سرحان على مشاركتك في حلقتنا شكرا للاستهواء بعد ما سمعنا تجارب رؤى وصفاء وكان عندهم التساؤلات على بعض الأسئلة القانونية بحب أستضيف اليوم معنا الأستاذ جورج شحادي المحامي والخبير القانوني في كل ما يتعلق في حرية التعبير عن رأي رح نحكي اليوم لا شك أنه إحنا بعصرنا هذا وفي الواقع الفترة الأخيرة عم نعيش كمجتمع فلسطيني في الداخل عم نعيش نوع من بديش أقول قمع أو بديش أقول استعمل كلمات اللي هي تقيلة ولكن بدي أقول أنه تغيير في النهج اللي متبع لإلنا في كل ما يتعلق في حرية التعبير عن رأي ياريت حكي لنا عن هذا القانون وعن شو بنص هذا القانون وكيف عم بتكون الممارسات في ظل الواقع الجديد اللي إحنا عايشين فيه يعني طبعا إحنا أول إشي نحيي الشباب والصدايا ونحييكم على هذا اللقاء وعلى هذا الموضوع اللي جد جدا مهم خصوصا بهذه الفترة وخصوصا بعد هبة الكرامي فأولا أنه لازم أوش نعرف إحنا حيثيات أو موضوع حرية التعبير اللي مكفولي بالقوانين الدولي البند 19 اللي بيكفل حرية التعبير عن رأي ولكن مع القيود المحددة بالنسبة لهذا الحرية التعبير المعروف دوليا ومعروف إلنا محليا قبل هبة الكرامي وقبل طبعا الأمة كل الوقت كان هذا القانون إحنا اليوم موجودين بحاله أن يفرضوا محاولة لقمع ومحاولة لفرض قيود على حرية التعبير حتى من غير وجود قانون يعني بما معنى الممارسة هي مش قانونية؟ الممارسة ما في إلى غطاء قانوني وحتى القانون اللي طرح ومرأ بالقراءة التمهدية قانون الميسمى قانون شكيد بوقتها اللي بعده مش قانون ساري المفعول تم التعامل تم تطبيقه على أرض الواقع والتعامل معه وهو قانون بشكل عام هو قانون ضبابي يطيح للقادي أن يكون رقيب أيضا على كل المحتويات الموجودة ومحتيميات الفيسبوك بناء على تصور المؤسسة أو تصور السلطة ما هو مسموح وما هو ممنوع لكن نحن نعترض على هذه الطريقة وعلى هذه الأداء وحتى على القانون نفسه إذا سوامر سوف يكون إجراءات قانونية يعني من المؤسسات كثيرة لأن القانون بمحتوى هو قانون ضبابي لا يحدد المعايير بشكل أو بأخر يعني القانون هو قانون جاف لما بتيجي الأحداث وخاصة هبة الكرامي كان فيها كثير شباب ومنحكي عمالنا على شباب اللي يمكن أول مرة بحياتهم بروحوا على مظاهرات أول مرة بمارسوا حقهم في التعبير عن رأيه وكانوا الشباب شعروا كثير في نوع من أنواع الظلم وأنواع خليقوا كمان مشاعر اللي هي كانت كثير ملاني من الحماس بأنهن هن يقوموا في ردة فعل معينة بشعورهن فوقعوا كثير من الشباب بهبة الكرامي ضحية لهذا الحدث أو مش أقول ضحية ووقعوا بين الكراسي يعني بالقانون طبعا كيف قلنا أنه القانون ضبابي والقانون لا يحدد معيير معينة ولكن يعني حتى اللي تم اعتقالا بناء على هذا التوجه السلطوي بنهاية المطاف تم تعامل معهن بطريقة أنه يعني إيش بدكوا منهن يعني إيش بدكوا من هالشباب يعني بنهاية المطاف هن عبروا عن رأيهن بطريقة صحيحة وبطريقة صحيحة عدا حالات عينية في حالات استثنائية طبعا لا شك أنه كانت تجاوزت الحدود تجاوزت الحدود يعني في كان حالات يعني اللي أشخاص دعوا تعالوا يعني إحنا نستنى هنا معنا سقاكين أو معنا طبعا هذا مرفوض بتاتا هذا مرفوض بتاتا أصلا وليس للأسليب النضاء صحيح للأسليب المعهودة أما بحالات أنه الدعوة لتظاهرة سلمية والدعوة لتعاون لوقفة احتجاجية هاي دعاوة مسموحة قانونيا ومكفولة أيضا بالقوانين الدولية أما الأمور التي شفناها بالمحاكم السلطة تعدد ما هو مسموح لها من قضايا الاعتقال وتم الإفراج عنهم طبعا للشباب والصبايا أغلبية شباب والصبايا تم الإفراج ما زال القلة من بعد الموجودين اليوم يعني بعرفش إذا في حدا بعده موجود اليوم بناء على موضوع حرية التعبير ولكن الخطورة بالموضوع أنه اليوم أنت لما أنت بتيجي بتعتقلي شاب أو صبي بجيل الجي هذا بيكون عادة أول اعتقال لإله يعني بيفوت على الاعتقال الأول ممكن أنه يتعرض طبعا لكثير أساليب الموجودة من بداية الاعتقال من الحبس من السجن من تمديد الاعتقال هاي الإجراءات هاي كلها يعني هي جزء من أساليب القمع جزء من أساليب الحد من هذا الشخص أو هذا أو ذاق الشخص وحتى غيره أنه يعني يرتدع يشوف يرتدع حتى لو أنه الإجراءات ممكن تكون غير قانونية بالنسبة للسلطة أو بالنسبة لهذا ولكن هذا الإجراء كله هو أو حتى لو أنه تم الإفراج عنه يعني بنهاية المطاف ولكن هذا الإجراء هو إجراء بالنسبة للسلطة هو إجراء ردع بنهاية المطاف لهذا الشخص أو لغيره وطبعاً أنا مثلاً شخصياً كنت مع حالات معينة اللي نشروا دعوة لتظاهرة سلمية وكتبوا أن تظاهروا سلمية السلطة اعتبرتها أو النيابة أو الشرطة اعتبرتها أنها دعوة لتظاهرة والتحريد والتحريد للعنف وكذلك مع أن التظاهرات بأغلبها كانت تظاهرات سلمية واللي تم الاعتداء عليه هو المتظاهرين من قبل الشرطة في قضية التعبير عن رأي اللي هي قضية إحنا من ربي عليها تنشئة الاجتماعية اليوم والتنشئة التربوية وحتى دولة ديمقراطية مثل إسرائيل ما بعرف اليوم قديش إحنا نقدر نعتبر اليوم بواقع ظل الأحداث الأخيرة قديش هي بالفعل ديمقراطية ولكن خلي قول تدعي ديمقراطية برأيها وتحاول وبالفعل في محاولات لأنها تحافظ على ديمقراطيتها بين إنه حرية التعبير اللي إحنا بدنا شبابنا وصبيانا يكون في عندهم حرية التعبير وبنفس الوقت ما بدنا إياهم يقعوا بالآخر في مطبات مثل إنه نفتح لهم ملفات اللي يعتقلوا ويصير في عندهم قضية كيف ممكن نعطي يعني هيكي الخط هذا الرفيع ما بين المحافظة على القانون والمحافظة على كل القوانين اللي في داخل الدولة عشان ما يكونوا هن مخالفين للقانون وبنفس الوقت يكون عندهم الحرية وحرية التعبير عن الرأي والقدرة على إنه يكونوا منتميين لمجتمعهم ولشعبهم بطريقة طبيعية يعني طلعي بدون شق إنه إحنا يعني مش من اليوم من سنوات كتير إنه هناك يعني معركة على الإعلام خصوصا بعد يعني إحنا بالعصر الرواج بالفيسبوك بالإنستجرام وباليوتيوب وبكل ووسع لتواصلش مع جميعهم هناك معركة على الرأي العام ومعركة ما بين السلطة وأي سلطة إن كانت بإسرائيل ولا أي سلطة أخرى إن كانت ديكتراتري ولا ديمقراطية فما بين الأشخاص اللي يقولوا إن حرية التعبير هي حرية مطلقة وما بين السلطة اللي عندها زوابطها بين أسين وهنا نقطة الحساسة اللي بتيجي كل دعوة اللي ما فيها دعوة للعنف أو دعوة لتحرضية ما يسمى هي دعوة قانونية يعني أنت تدعو لتظاهرة والتظاهرة هاي كمان أنا بهمني كمان تظاهرة سلمية طبعا سلمية وأيضا فيها موافقة شرطة طبعا فيه يعني إحنا بدناش ندخل على هاي الموضوع فيه تظاهرات اللي ما بحاجة وفيه تظاهرات بحاجة أيوة لموافقة شرطة طبعا مش كل القوي يعني بدناش نفوت على هذا الحيز هذا الحيز شوي فيه يعني إشكالية معينة فدعوة للتظاهرة بحد ذاته يجب أن تكون دعوة للتظاهرة بشكل سلمي موضوعية سلمية كمان فيه قوانين تكفل حق التظاهر وبدك توقض له اليوم إحنا عم نشوف مثلا بالفترة الأخيرة عم تظاهروا بتل أفيف بالألاف صحيح ونشوف كمان بمواقع التواصل أنه بدعوا لهذا التظاهر وحتى هناك كمان عملت كل قضية الإشكاليات صحيح تصوري أنت يعني أنت يجوا يمنعوا هدول الناس أنه ممنوع تكتب الفيزون من التظاهر فإحنا كأقلية وأقلية اللي هي متهضة نحن محاولة نقول الأمور بشكل يعني بالسياق الصحيح فعلينا ضوابط أكتر وللأسف يعني إسرائيل أخذت وبشكل يمكن أن نقدر نقول غير قانوني دور المراقب على ما ينشر على المجتمع العربي حتى بشكل غير قانوني يعني وينفذ الأمور ويتم محو ببوستات ويتم بعت لمسؤولين فيسبوك أنه يمحوا بعض البوستات حتى هاي البوستات ممكن تكون قانونية يعني بدرجة أو بأخرى يعني يعني في مراحقة بالذات لبعض الأشخاص يعني في مراقبة في مراقبة وفي طبعا ملاحقة لبعض الأشخاص هنا وهناك بس أنه في مراقبة جدية على ما ينشر بالفيسبوك وهي بحد ذاتها أستاذ جورج هي نقطة مهمة للتوضيح لكل الشباب والصبايا اللي بيحضرونها اليوم حتى يعرفوا أنه مهم يكون فيه عند نوعي بأنه كل ما يكتب هو مراقب هاي كمان نقطة كمان اليوم عايشين بعصر يعني مش بس بدولة إسرائيل إنه كمان بجميع الدول بالعالم كل ما يكتب هو يعني أنت فيه حدا رقيب فيه حدا موجود وفيسبوك موجود والدولة موجودة والدولة الأخرى والكل النشاط الفيسبوك والنشاط بشبكات التواصل الاجتماعي كله موجود بإطار الكل بيشوفه يعني مش بس هون دولة العالم فمعركتنا بالأساس هي أول شيء إنه نحافظ على الإمكانية إنه نعبر عن رأينا بطريقة صحيحة أيوه وما ندخل الشباب ما يدخلوا أنفسهم بوضع اللي يكون فيه حظر لمنصاتهم وحظر للتعبير ولازم يفهموا الشباب إنه فيه إلا حق للتعبير عن رأيهين لكن هذا الحق له ضوابط معينة حتى ضوابط أمرات تكون شخصية أو اجتماعية يعني ما بصير أنت مثلا تنشر بالفيسبوك أو تنشر بالإنستجرام أمور اللي تمس بالآخرين بالآخرين اجتماعيا حتى يعني فيه وفيه الضوابط السياسية طبعا هاي اللي احنا كمان نطرق سيد جرش بدنا نطلع أنا وياك لنشوف مع بعض تقرير فيه ومنعرض أراء الأهالي ومنرجع لنعلق سوا على هذا الموضوع وعلى إيش ما نشوف بالتقرير أنا لأ بداعا أنه ما يكتبوش لا 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 لأنه هاي الشغلات بتوصل للهاوي يعني وممكن يكتبو وبندعمهم بس بطريقة مظلوطة قانونية فيه منه هذا آه فيه منه عمل إشي المظبوط مظبوط واللي غلط غلط يعني أنت بتقول لأولاد وكتبوش على موضوع لا لا أنا لا بنصعش أنه يكتبو على الموضوع تقدريش تمنعيهن لأنه التلفون دائما معه وين بروح تلفون بجيبته وشو بده بعمل بدون ما أنت تعرف لا أبو بعرف ولا أمو بتعرف بحاول أنا مش بابا منحن بقدرش أمنحن إذا أقدرت أقدرت ما أقدرتش لحوله ولا أنا ضد خوفاً عليهم ومع إنهم يعبروا مش ضد شيلي ولا مع شيلي ضد إنهم يتعرضوا لآيات مسائلة قانونية ومع إنهم يعبروا أرأيهم بالآخر إحنا نوعاً ما دولة نصف ديمقراطية مش ديمقراطية 100% فضد عشان خوف عليهم مش خوف من إشياني خوف على أولادنا وعلى الجيل الطالع ورانه أستاذ جرج اللي سمعناه أولاً من الأهالي هو شرعي للأهل يعني أنا كتير بفهم إنه الأهل بتخاف الأهل اليوم حذري الأهل اليوم بدها أولادها تأخذ أحسن ظروف اجتماعية وسياسية وقانونية وإلى آخرة وبنفس الوقت فيه ما زال يعني هذا الصراع ما بين إنه منقدر نمنع ما منقدر نمنع وكمان رؤى وصفاء كمان حكوا بالمقدمة على رأيهن إنه بهمهم يعرفوا أي مضامين يشاركوا قدش فيه عن جد مشاركة لقلهم وتوعية لقلهم بظل الحكومة الجديدة والتغييرات الأخيرة اللي رايحة باتجاه الضبط أكثر والمراقبة أكثر والملاحقة أكثر وكأنه الديمقراطية عمالها عن جد تزول وما فيش عندنا إمكانية لحرية التعبير عن رأيه طلع يعني أنا شايف اليوم الفاسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي هي يعني ما يسمى وخصوصاً إنه السلطة يعني تحاول تسين قوانين قمعية يدل على أنه الكلمة إلى قوة والسؤال كيف إحنا بنستعمل هاي الكلمة بأي طريقة بنستعملها بأي طريقة نستعملها طبعاً التربية مهمة جداً كمان بالبيوت وكمان بالمدارس أنه الرب أولادنا أنه لكم الحق بالتعبير عن رأيكم لكم الحق أنه تكتبوا لكم الحق أنه تنشروا ولكن هذا الحق منوته طبعاً يعني الإنسان كإنسان بحب يكتب بحب يشارك يشارك يعب عن رأيه بالأمور الاجتماعية إن كانت ولا السياسية ولا الأمور هذا وهاي كيف إحنا بنحدد ضوابط هاي هي بحد ذاته تربية وهذا بحد ذاته دراسة كبيرة دراسة كبيرة تبدأ من البيت لا أنا بختلف مع بعض الأهالي اللي قالت أنه ما ينشروش ما يكتبوش لا ينشروا يكتبوا ويعرفوا كيف ينشروا ويعرفوا كيف يكتبوا بطريقة صحيحة بطريقة صح هين يعني اللي هي تتبع القانون تتبع القانون حسب الأمور القانونية اللي ما فيها مس أو إساءة أو الخروج عن القانون إحنا بمعركة يعني بالدول الدكتاتورية طبعاً يعتبرون الإنسان غير قادر عن التعبير عن رأيه وأن السلطة هي تفرد عليه شو يكتب وشو صحيح عكس إحنا بنعرق إحنا بعصر الحريات وبالدول الدموقراطية المنفتحة أنه الإنسان بعرف كيف يعبر عن رأيه وبعرف شو ضوابته إن كانت الاجتماعية وإن كانت السياسية وبعرف كيف يدير صفحاته إن كان بالفيسبوك إن كان حتى الأشخاص يعني الأطفال أطفال العمارة مزهيرة بالنسبة للقاصرين هل في هناك يعني أكثر مع القاصرين تساهل يعني بالناحية القانون يعني المفروض القاصرين يعني حسب شو أعماري يعني في قاصرين اليوم نشوف يعني في أطفال عمر ثماني سنين وسبع سنين عند محطات تواصل طبعاً عندهم وهذا مسؤولية الأهل اليوم كمان هناك يعني عادة أن الوعي السياسي بيكون أقل ولكن أمرات يعني بتيجي بنات صغار كذلك بنشروا بصوروا حالاً ومثلاً وبنشروا شغلات هي بتكون بريئة من ناحيتهم ولكن من ناحية اجتماعية مثلاً في ناس بتشوفوا بطريقة أو بأخرى فمن هنا بتبدأ التربية اعرف أنت قصبية صغيرة قطفلة أو قطفل اعرف كيف تنشر بمحطاتك كيف أنا ممكن أوجه ابني أو بنتي كيف ينشر أراءه السياسية بطريقة اللي هي مقبولة كيف ممكن أوجه له هذا الإشي طبعاً يعني أول شي يعني بدناش نلغي دور المدارس أيوه وهذا والمدارس مفروض أنه تعمل يعني حلقات أنت عارف كمان بس بالمدارس اليوم إحنا يعني نكون واقعيين في المدارس كان هناك يعني ممنوعات على المدارس في كل قضية الدخول في المعلومات والدخول في إعطاء المعلومات زي ما هي الحقائق اللي لا تتفق عليها الدولي يعني حتى المدنيات اليوم وحتى التاريخ إحنا موجه مش بالضبط هو الأحداث كيف إحنا بنشوفها يعني وهذا واقع هذا واقع أنه المدارس والمناهج هي مش مبنية بهذا الاتجاه يعني هناك يعني هناك اجتهاد لبعض المعلمين بأنه يقوموا في هذا الدور بس مش الكل بيقوم فيه طلع حتى يعني أنا بتطلع على الأمور يعني ماشي إحنا عارفين شو مدارسنا وعارفين شو المدارس كيف بتألت ولكن ممكن بحسس التربية أنه نقدر نمرق رسائل أيو ونقدر نمرق تربوي واجتماعي ديمقراطية ممكن كمان الأهل بالبيت كمان يكونو يوقع ولاد كيف ممكن أنك أنت تنشر إيش تنشر طبعا كيف تنشر تعني بداق لأنه الأهل يعرفوا شو ألادين ن بينشر ولأنه مش الأهل كلين ولا بيتبعوا المشكلة لعنا إنه كمان الأهل ما بعرفوا يعني الأهل عندن بطبيعة الحال كأي أهل عندن خوف ماي إنه والله إذا ابني نشر إيش تنشر إذا ابني نشر ممكن يعرض حاله لمسائلة ممكن عرض حاله أعتقال ممكن يعرض حاله لكتير أمور اللي إحنا بجانا عنهم بيجيب أقول لك الأب ليش أقول أب أم أنا بخايفي عليك أنا بديش أنك أنت تفوت على مشاكل بإطار أو بآخر فأنا بدي أنك أنت ما تنشرش أو أضبط نفسك بالنشر حتى لو كان النشر اللي بدين ينشره فش فيه ولا أي مخالفة قانونية ولكن هذا الجو اللي بتفرضه السلطة وهي القوانين اللي بتفرضه الشهي هي نوع من عملية تكمل أفواه بطبيعة الحجم وهنا احنا بدنا نحذر من محاذير وهذا بالدول الديكتاتوريين بيستعملوها أمرات في دول دولة حتى بتخليش الناس تنشر بالهاد إذا بدولة إسرائيل بناءً يعني أنه القوانين اللي موجودة مثل القوانين شريت بعده ما قلتش باعتقادك رح يبرع؟ السبب مش إحنا السبب مش الأقلية العربية باعتقادك رح يبرع أخير القانون؟ لا أنا باعتقادة أنه مش رح يمرع أيو السبب مش إحنا السبب أنه هذا القانون يمص أيضا بالتوارج والمجتمع اليهودي وطريقة تعامله المجتمع اليهودي كمان بنشر كتير بالفيسبوك بكل مفهوم الديمقراطية بكل مفهوم التعامل مع النشر بالفيسبوك يعني نهاية المطاف هذا رح يكون له هناك ولكن بالنسبة للعرب الدولة بتستعمل هذا بين أسين اللي بعده القانون مش ساري المفعول وتحتق الناس لأسباب وتيجي على المحكمة والمحكمة بتروحهم أيو لكن هاي نوضوع يعني حضرتك عم بتأكد وبتشدد على مفهوم أنه بالفعل إحنا المفروض أن نشجع أولادنا على حرية التعبير إحنا بدنا ننشئ جيل اللي هو بعرفه تعامل مع الديمقراطية ولكن فيه النظور كبالغين حول هذول الأطفال القاصرين أنه نوجحهم لاختيار الكلمات السليمي اختيار الأسلوب الصحيح اختيار التأثير وتأثيره ما يكون بطريقة إيجابية وصحيحة بدي أشكرك كثير أنا بدي بس أقولك شغلة واحدة أيوة بالنهاية المطاف حرية التعبير أجد لأنه إحنا بدنا نكشف حقيقة معينة ونكشف الحقائق اللي ممكن حتى السلطة حتى بالبيت يعني أنا بقولك ش يعني أيضا السياسي وأيضا الجانب الاجتماعي لما الإنسان بشعر أنه بده يعبر عن رأيه فبكشف حقائق معين إن كان بالنسبة لصبايا على اعتداءات جنسية كانت ببيوتين بالنسبة للقضايا السياسية كل القضايا الشائكة هي تعرض على فالنشر وحرية التعبير عن الرأي لازم ندخل بأزهان أولادنا وأزهان أطفالنا إنه لأ لكم هذا الحق لكم تكشفوا أي حقيقة ممكن أنتم تشوفوها مناسبة وإذا شفنا مثلا شخص أخطأ أو كتب شيء شخص قاصر مثلا عم تقولي قاصرين أخطأ هذا مش كيف ما بقوله بالأمران زلو صوفها علام هذا مش نهاية العالم مش هاي يعني أنت حضرتك عم بتأكد على أهمية إنه حتى لو غلطه نرافقهن ونوجههن للطريق الصحيح طبعا حتى لو كان في نشر خطأ أو كذلك نرافقهن ونشرقه وأي حدا بحب أي استشارة كتير جمعيات وكتير مؤسسات موجودة إنه تقدر تساعد أي شخص صحيح إن كان الأشخاص اللي تعرضوا بشكل مباشر للاعتقال وإن كان الأهل يكون عندهم المتابعة والوعي بالنسبة أيضا لهذا الموضوع السياسي والاعتقالات طبعا شكرا كتير لك أستاذ جارش حدي على هاي المقابلة وبالفعل كان فيها كتير هيك صلطت الضوء على كتير من النقاط اللي لا شك إنه دورنا كأهل ودورنا كمعلمين ودورنا كبالغين حول القاصرين ولا مرة بنتهي ولازم نقوم فيه في كل القضايا وكمان بهاي القضية بالذات شكرا كتير الله حضورك معنا شكرا لكم على استضافتنا ومتمنى إنه نكون أفدنا واستفدنا شكرا لإلك هلا شكرا وبالآخر رح نروح للمبادرة نوعية حول الموضوع حرية التعبير عن الرأي ومرحب ببراء عاصلي ومركز مشروع حراك في جمعية بلدنا هلا ينسوا رأيلا أهلا وسهلا فيك براء حكي لنا هيك جملتين عن جمعية بلدنا وإن كانت غنية عن تعريف ولكن للي بعرفوهاش يتعرفوا عليها جمعية بلدنا هي جمعية الشباب العرب جمعية اللي موجودة في حيفا ومنشتغل مع الشباب الفلسطيني في كل فلسطين وفي الشتات كمان الجمعية بتعمل عدة مشاريع اللي هي هدفها تشتغل على الهوية على السياسي على التاريخ تكوين نشاطات مختلفة شبابية اللي عن طريقها الشباب الفلسطيني بيقدر يعبر عن رأيه بشكل حر وشكل صريح وصادق وكمان إنه إحنا نعمل حراكات مختلفة بالشارع اللي تحافظ على توعية المجتمع الفلسطيني حلو لا شك يعني الجمعية صالها قائمة سنين واحدة من مشاريحها كانت هي الألعاب مشروع الألعاب احكي لنا شو اللي قدامنا هنا شو هو مشروع الألعاب مشروع الألعاب هو مشروع كثير جميل اللي بلش بالأساس من فكرة إنه إحنا نحاول نصل لجيل الشبيب خاصة لجيل الأصغر بطرق اللي هي مش الطرق التقليدية اللي إحنا متعودين عليها يعني غالباً كانت ينعمل محاضرات ينعمل ندوات أمسيات تقفية اللي هي كثير بتأثر على الشباب طبعاً وحاولنا نلاقي طرق أخرى اللي إحنا نصلي هنا اللي كمان تعطي محاكانة وعنما للحياة اللي إحنا منعيشها باليوم يوم ومن غاد نطلق مشروع الألعاب إنه إحنا فكرنا نعمل ألعاب لوحية زي هاي كل اللعبة فيه إلها لوحهم اختلفة تصميم مختلف وبعنوان ومضمون مختلف وأهداف اللعبة مختلفة غزة اللي هدفها تحكي عن حياة أهل غزة عن طريق أنه تركز خصوصاً على موضوع الصيدين في غزة وقطاع الصيد مثل ما أنا شايفي فيه هون كمان الهوية هوية أهل غزة صحيح الهوية الفلسطينية اللي هي عملياً كل لاعب بدي يكون عنده شخصية في اللعبة اللي هو يعني بتفوت على الدور للآخر اللي كمان يعني كل تجربة إحنا منشوفها هون هي تجربة حقيقية يعني اللاعب والشاب والصبيل اللي بفوتوا لللعبة بأخذوا عدة تجارب إن كان تجارب الحصار إن كان تجارب التضييقات على الصيد إن كان تجارب إنه يتم توقيفهن اللي هي مش المفهوم اللي احنا متعودين عليه لألعاب انت بتلعب لعبة عشان تنبسط عشان تربح عشان تربح تتسلح كمثال في هاي اللعبة خاصة لنا ذكرتها سمك غزة انت بتلعبه كمجموعة ضد النظام الموجود اللي هو نظام الاحتلال ففيها كمان من الواقع إنه إحنا بنكون شعب واحد وإيد واحد ما حل ما نتنافس بيننا وبين بعض طب شو كانت ردود الفعل مثلا من الشباب أبناء شبيب اللي كانوا يشتروا هاي الألعاب ويلعبوها في البيت إن كان مع أهلين ولا لحالهم شو بتسمعوا؟ في ردود اللي هي كثير متنوعة منها أول شي فرحة كبيرة كبيرة إنه في عندنا ألعاب اللي بتعبر عن هويتنا صحيح مش حيالة لعبة اللي انت بتلعبها وما بتخضش منها مضمون لنفسك ولما عرفتها وبنفس الوقت فيه كمان شعور بأسى وشعور بحزن وشعور كمان بخوف مشاعر خوف بتطلع لأنه إحنا بنحكي عشان بتعرض الواقع كمثال لما بنعمل هاي اللعبة اللي هي لعبة بيتي على الخارطة إسمها أيوة أيوة اللي هي بتحكي عن موضوع هدم المنازل فهدم المنازل هو مش موضوع اللي إحنا ممكن نلعبه ونحس إنه آه يعني هاي معزول عن واقعنا يعني لأنه كل حدا فينا من بربحه نطلاً؟ هون عملياً نفس الشي أنت بتصحيح كل لعبه بيكون عائلي منفصلة اللي عندها بيت اللي البيت مهدد بالهدم فأنت بتحاول وفيك هناك مثلاً شرح لحيثيات الهدم ليش عم بيتم الهدم؟ صحيح يعني كمثال على هاي اللي هون العائلي العائلي هاي بحاجة لخريطة أرض بحاجة لخريطة مساح لخريطة مبنى لمصادقة لجنة كل هاي أشياء اللي هي واقعية اللي إحنا بنحتاجها عشان نمنع أوامر هدم مظبوط مظبوط وكثير مرات إحنا مثلاً في عنا نقاط قوة بهاي اللعبة زي هاي نقطة القوة اللي هي مثلاً أنت أهل البلد عملو لك إضراب فمنعوا الهدم تبعك أو أخروك ساعدوك دعموك ساعدوك ففي عدة جوانب اللي هي من الحياة الواقعية اللي عندهم إحنا بنعيش على الصعيد اليوم اللي فوتناها على اللعبة أيها وبظل الأيامات الأخيرة والتشديد اللي عم بيسير وهبة الكرامي وإحنا بنعرف قداش هبة الكرامي كانت تميزها كل روح الشباب اللي كان فيها وكل تأثير الشباب إن كان على الهبة نفسها وكمان يمكن للدولة أظهروا هيك دور كبيرة اللي ما كان من قبل وحتى لشعبنا إحنا صار عندنا هيك نظرة مختلفة للشباب يعني إحنا كل وقت نفكرين هالشباب قاعدين على التلفونات ومش عارفين حال هنوين بالعكس أثبتوا لنا عديش هني واعين وفاهمين وفاهمين قضيتهم وهالقلد كان الهندور كبير في كل هبة الكرامي بتشوف إنه صار أكتر في صعوبة أو خليقول في أكتر حوارات على هاي الألعاب إقبال على إنه يتمتعوا فيها ولا بعدها بس نفس مجموعة الناس اللي بتيجي وبتحصل على هاي الألعاب أنا بفكر إنه الألعاب هاي وصلت لشريحة كتير وسيعة اللي بشكل عام يعني مش متعودين نصلها بالطرق التقليدية اللي كنا نحكي عنها من قبل يعني مثلا هاي الألعاب مشروع اللي إحنا فوتنا حتى على المدارس وصلنا لمراكز شبيبي وكل شاب صبيل اللي إحنا لعبنا معي هاي الألعاب حسين أنه هاي تطلعوا بأثر معين وأخوا بمعلومات معين عن هويتهم وحتى إحنا في بلدنا بنعمل يعني أبحاث على الشبيبي اللي بنعطيهم مثلا استبيانات قبل الورشات بعد الورشات بنشوف كيف أرائه هنا تغيرات يعني إحنا كمان مش هدفنا بس إنه نلعب اللعبة ونطلع نحن بالنهاية هدفنا نشوف قديش اللعبة فعلا إلها أثر على الشبيبي وشوفنا قدرنا نشوف إنه في أثر كثير كبير الشبيبي تطلع مع معرفة أساسية مهمة كثير عن هويتهم لأن إحنا بنعرف إنه يعني تحت الاحتلال الإسرائيلي في كل الوقت محاولات لطمس هويتنا ولإخفاء الماضي تبعنا وتاريخنا فإحنا بنحاول نعيد إحياءه عشان كمان إحنا بنشوف إنه اللي صار بأيار آخر سنة هو مش إشي مفازئ صح إحنا بنعتقد إنه جيل الشبيبي كمان حتى لو هو كل يوم قاعد على التلفون هو مش قاعد كمان بلعب على التلفون أنا أفكر إنه كمان السوشال ميديا والإعلام اللي حولينا بيشتغل دور اللي كمان هو قوي مهم ولكن بحاجة كمان لورشات من هزاي وورشات سياسية أخرى عشان كمان تقوي وتعزز الأشياء اللي هني بيخذوها باليوم يوم بالألعاب هدولا أي أكثر لعبة اللي هي مطلوبة؟ كنت بقول يمكن لعبة سمك غزة هاي تعالوا نقول إذا أنا بدي أحكي على فلسطينية في الداخل بالذات سمك غزة لأنه هي تجربة بسبب الحصار على غزة وسبب العزلة والصعوبة إنه إحنا نصل لأهلنا في غزة ففيه هون قسم من التجربة اللي إحنا بحاجة إنه نعرفها ونفهمها أكثر يعني حتى يعني مثلا بشوف في ولاد بجي الرابع بصف رابع بصف خامس يعني بيحملوا هاي الهوية وبكونوا متفازئين إنه شو هاي الهوية أنا مش متعود عليها مختلفي أيوان مختلفي لون مختلف إشي جديد لإليه وشو يعني أصلا إنه أهل غزة عندهم بحر وبطلعوا وبكونوا بالبحر وشو معناها هذة هاي كلهاتها تجارب اللي هي بعيدة عننا كثير وبحاجة إنه إحنا نكون قربين منها ونكون قربين من أهلنا في غزة وبسبب كمان إنه الإعلام أولا مرة بركزنا على شط غزة وبحر غزة بركزولنا على الأحداث اللي بتصير بغزة واللي بدهني إياه بنهني إياه نشوفه إذا إذا أنت هيك اليوم بتحكي عن تجربتك في قلب مشروع الألعاب وتجربتك إقبال الشباب والصبايا بتشوف إنه الشباب الصبايا اليوم حذيرين أكثر ولا أكثر اندفاعيين وين إحنا عم نكون إذا أنا نحكي على تغيير على مدار السنين مثلا إذا قارن بيجي لي أنا حتى مش أجيال قبل هيك وأجيال موجودة اليوم أنا بفكر إنه الأجيال اليوم كثير جريئة وبتواجه أكثر وبتسكت ما بتسكت على حقها وعلى إنه تعبر عن رأيها بس بنفس الوقت أنا بفكر إنه الإشي كثير مربوط بأنه هني كل ما يكبروا أكثر بصير عندهم كمان أكثر وعي لقداش هني ممكن يخسروا لأنه إحنا فعليا بنخسر على السعيد اليومي كل مرة من عبر عن رأينا ولكن هذا بدلش إنه إحنا بالله هني بنتنازل يعني أنا بشوف الأجيال حتى لما يكبروا يصيروا بالجامعة بظل بدهم يعبروا عن حالهم بظل بدهم يعملوا نوادي بالجامعة بدهم يعملوا فعاليات بدهم يشتغلوا بدهم يطلعوا على الشارع بأي يار وهي إشي اللي عن جد أنا كنت أفكر إنه بجيلي كان كثير مختلف صح صح وكلنا كمان كنا نفكر إنه الشباب وكأنه لن بروحوا على الجامعة جزء منهم بيصير إسرائيلي ولكن الواقع اليومي عم بنشوفه بالعكس إنه أكتر وأكتر عم برجوا على البلد وبدهم يعملوا تغيير وتأثير في بلدهم وفي محلاتهم إذا هيك إحنا اليوم في كتير جمهور شباب وصبايا عم بسمعنا وعمالوا يحضرنا شو كنت بتقول اليوم لجيلي الشاب يعني من خلال الألعاب من خلال ورشاتكم من خلال حراك من خلال أي إشي أنت بتعمل فيه فهيك بحب توجه رسالتك في كل ما يتعلق في التعبير عن رأي الإشي الأول اللي أنا بقوله إنه المعرفة هي قوة إحنا مجبورين نعرف تاريخنا وهويتنا وإحنا من وين أجينا وكيف حياتنا اليومية كل ياتها مربوطة بالماضي تبعنا وإحنا عن جد لازم نعرفه وندرسه منيح ومش بس هيك إنه إحنا من هدف إنه كمان الإشي الثاني اللي أقوله إنه إحنا نستثمر ببلداننا وبشبيبتنا لأنه فيه طقات رهيبة وأنا مش عم بحكي بس على الصعيد السياسي حتى على صعيد ثقافي على صعيد الانتاج الانجتماعي يعني فيه كثير حتى على الجانب الاقتصادي لازم نشتغل على مشاريع اقتصادية لتوفر أماكن عمل للشرب والصبايا هاي كثير من كان اللي بهبة أيار الأخيرة واحدة من الأشياء اللي شفناها هو مقاطع على كل المصالح العربية خاصة الأطراف اليهودية وهذا إشي اللي بأثر على حياتنا اليومية وإحنا شفنا أنه بديت كثير مبادرات شبابية مثلا في كوكب وفي عرابي وفي سخنين وفي كثير بلدان اللي تدعم المصالح المحلية عملوا أسواق عملوا نوادي اللي هي كل هاتها مبادرات اللي مش لازم نخدها مفهوم ضمن هي محاولة مستمرة أنه إحنا نظل عايشين بمكان لنعزز نفسنا ونقوي نفسنا كفلسطينيين لأنه هاي هي الطريق لأنه بالفعل إحنا اليوم عايشين في واقع مشي هويا شكرا لإلك عاصلي على مشاركتك معنا في الحلقة وأصلا على فكرة اللي قمتوا فيها وكل ما تعملون في جمعية بلدنا شكرا لإلك ومن براء وصفاء ورؤية والأستاذ جورج شحادي في كل ما كان في حلقتنا لليوم قضية التعبير عن رأي ما زالت قضية شائكة بمجتمعنا إحنا مجتمع اللي من ربي ومننشئ وعمال نكون فاهمين أنه إحنا عايشين في واقع فيه ديمقراطية ولكن ما بين الواقع الحقيقي وما بين إيش عم بيصير معنا وإيش عم بيصير مع شبابنا وصبيعنا فيه فجوة كتير كبيرة فيه دور لإلنا كأهل فيه دور لمدارسنا فيه دور للبالغين اللي حوالي الشباب بأنهن يهتموا في التوعية وإعطاء المعلومات الحقيقية والكل أجمع على أنه المعلومة هي قوة الكلمة هي قوة اختيار الكلمة بطريقة صحيحة وتوظيفها في المكان المناسب وفي الأسلوب المناسب هي قوة وهي أسلوب للتعبير اللي حق لكل إنسان أنه يمارسه ولا حدا بقدر يأخذ هذا الحق منه تأمل أنه عجبتكو حلقتنا اليوم ومنتقبل نلتقي فيكو في الأسبوع القادم اشتركوا في القناة